أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان إلى 390 ألف و741 منتفعة وذلك من خلال الحملة التنشطية حقكة نظمني والتي تم تنفيذها بـ 12 محافظة وخلال الفترة من السادس وحتى السابع عشر من الشهر الجاري وأكدت الوزارة أن الحملة التنشطية لتنظيم الأسرة نفذت عبر 160 عيادة متنقلة و2119 عيادة ثابتة في 856 موقعا لتغطي 561 قرية من قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات الزيادة السكانية